هذا وقال أحمد كامل الصحفي السوري المرافق لوفد المعارضة السورية إلى جنيف قال إن جوهر محادثات جنيف يجب أن يكون عن وجود سفاح مجرم مستبد هو بشار الأسد ويجب التركيز على المواضيع التي تهم وتعني كل سوري أبرزها وقف العنف ووقف الغارات التي تتسبب بقتل المدنيين والأبرياء وتحقيق مطالب الشعب السوري جوهر الموضوع أن في سوريا حاكما مجرما مستبدا سفاحا قتل مئات ألوف المدنيين استخدم أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين استجلب للبلاد احتلالات أجنبية استدعى ستين فصيل إرهابي شيعي عراقي بالغ التطرف بالغ الوحشية هذه هي المشكلة هدف الشعب السوري كان ولازال إسقاط النظام لأنه لا يمكن التعايش مع سفاح من هذا النوع أدولف هتلر السوري لا يمكن التعايش معه أبدا على الإطلاق هذا هو كان هدف الشعب السوري وهذا كان الطريق الوحيد لإحلال السلام في سوريا لا يمكن إحلال السلام بوجود سفاح من هذا النوع